ايه يا امو سمبا ايه يا امو سمبا ايه ده انت مين انت جاي هنا ازاي ايه ده انا تخضيت حرام عليك يا خضتيني انت مين وازاي تخشي هنا كده استني بس علي انا هفهمك كل حاجة تفهمي ايه ايه الحقوني الحقوني صبوري بس امو سمبا انا جاي عشان انصحي تنصحيني ايه بس انت ازاي تخش البيت علي كده سدقيني انا استحيرة طيبة استحيرة الشجيرة هتجيلك دلوقتي وتعرض عليك يا عرض ايه وقت اقباليه انا بقولك اهو ايه وقت اقباليه لو قبلتيه وخدت الهدية سمبا وكيارة هتجعوا منك مش هتلاقيهم تاني هنا هربيت طيب ماشي طيب يلا مع السلامة ايه ده هو راحت فين اختفت كده ليه وانا كنت بحلم ولا ايه ايه اللي بيحصل لي ده ايه الحاجات الغريبة دي انا بهلوس ولا ايه ايه ده انا زمع صوت الباب ايوه ايوه صوت الباب يخبط اهو مين مين انا يا مو سمبا ايه انت مين انا انا صاحبتك صاحبتي مين بس انا معرفكيش ايه ده انا جايبادك هدية معايا حلوة اوي جايبادك ايه بقى ان شاء الله انا جايبادك بيت جديد جميل بجنينة وحمام سباحة هتحبيها اوي انتي والاولاد وده ليه بقى ان شاء الله انتي بتفرق بيوت كده هدايا ولا ايه لا علشان انا عايزة ابقى صاحبتك اقبال البيت الجديد اللي انا جايبهولك ده لا مش عايزة حاجة منك يلا مع السلامة اتفضلي امشي اه صدقين هتندمي جدا اقبال البيت بتاعي ده هتحبيه خالص خالص يا ستي مش عايزة بيوت اتفضلي بقى يلا مشي من غير مطرود يلا يلا لو سمحتي امشي دوقتي عشان اولادك زمان هما يصحدوا ويروحوا المدرسة طيب براحتك انتي اللي هتجابين روحك همم ومسمبة مش عايزة تقبل البيت بتاعي همم طيب انا هولك يا مسمبة انا هولع دلوقتي في البيت بتاعك ده يلا هاهاهاهاها يا نهربية دي نهربية الحق يا بوسمبة حريقة حريقة يا سنبا يا كيورا يلا بسرعة يا حبيبي يخرجوا من هنا بسرعة بسرعة خرقوا الحمد لله الحمد لله وانقذنا نفسنا ايه ده يا أمو سنبا ايه اللي حصل ده ينهر ابيض البيت والله كده ليه انت كنت سايبة حاجة على البتجاز ولا ايه صدقني يا أبو سنبا ما سبتش حاجة ولا عملت حاجة ينهر ابيض يا أمو سنبا هنروح بس فين دلوقتي ونيجي منين البيت بس خلص على الآخر طيب طيب تعال نروحي يلا عند امو فلافيلو اكد يعني هتستضفنا في بيتنا ده صاحبتي وصاحبة عملي طيب يلا بينا يلا يا أولاد خايف قوي يا ماما ما تخافش يا سنبا يا حبيبي انا معاك يلا ان شاء الله انا هصلح لكم البيت بس نعد اليومين دولة بس على خير نلاقي مكان ننام فيه اصلا انا تعبان خالص من الحريقة اللي حصلت دي يلا يا أبو سنبا يا أبو سنبا يلا يا امو فلافيلو امو فلافيلو افتحي يلا يا امو فلافيلو ايه ده اه انتي مين ايه ده امو سنبا ايه اللي جابك هنا احنا جايين نقاط عندك يومين كده عبل ما نصلح بيتنا عشان بيتنا تحرق خالص ولا والدنيا بسط خالص عندنا ومش هيفعل الأولاد يعودوا هنا واحنا تعبانين وجعانين قلنا نيجي نقاط معاك لا يا امو سنبا يلا تفضلي تفضلي بقى يختم الغير مطرود البيت ده على قد انا امو فلافيلو الصغنون وابو فلافيلو يلا امشي من هنا كده يا امو سنبا كده يا امو فلافيلو كده ده ده اخرتها يعني ده احنا صحاب وقلت اللي انتي هتشليني في عنايكي ده انا كنت بعمل لك كل حاجة وباجبلك كل حاجة كده يا امو فلافيلو تطردني من بيتك ايوة يا ستي يلا بقى اتفضلي اتفضلي يلا من غير مطرود يلا مع السلامة كده انا مش عارفة بس امو فلافيلو امو فلافيلو ايو اللي جرى الله يا ابو سنبا طيب خلاص مش مشكلة تعال يلا تعال نروح عند امو اردون اكيد هي اللي هتساعدنا امو اردون طيبة انا مش عارفة ايو اللي جرى لامو فلافيلو دي كان طيبة خالص معايا والله يا ستي اما نشوف اخردها مع صحابك ايه ايوة كده يا شطر الله يخلك بقى اي اختي ما تخطفش ابني فلافيلو الصغير ادي نسمات كلامك اهو وطردت امو سنبا مع انها صحبة عمري اههه انا مش عارفة بس هيناموا فين عشان خطري خليني ناديه عليها وتيجي تنام عندي تاني لا قلتلك لو انتي ساعدتيها هاختف ابنك الصغير فلافيلو ها 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 طيب طيب خلاص خلاص يامو اردون يامو اردون افتحي يامو اردون افتحي ايه ده امو سنبا اه اه انت جابك هنا هو ايه يا جماعة انتو ايه اللي جاء و ايه اللي جاء للكو هو ايه اللي جابني البيت يولع و انا عايز ايقعد عندك يا امو اردون اه 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 اصل الصراحة كده احنا لحين مش ور المهمة ضروري جدا مسافرين مسافرين يا حبابتي طيب خلاص ماشي قدام مسافرين سيبونا نقعد في البيت تانا هو ابو سنبا والولاد الولاد تحبانين خالص اه لا ماينفعش ماينفعش خالص اساعتنا لازم نقفل الباب ونتطمن وابو اردون مش هيرضى كده على امونا مش هتحيل على حد فيكو انا خلاص عرفت مين صاحبي ومش ومش صاحبي انا مش هعرفكو تاني انا خلاص مخصماك ومش هكلمكو تاني خلاص يا مو سنبا ما تزعليش طب دلوقتي هنعمل ايه احنا مش لقيم مكان ننم فيه ولا نعط فيه اه 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 انا مش هعرفه خالص استحراء جدلي وقالتلي اللي هتديني بيدي نم فيه بس انا مش عايز اسمع كلامها عشان هي استحراء الطيبة جات وقالتلي اللي انا مقبلش اي هدية منها صدقيني يا مو سنبا ده انا بحبك انا مش هعمل فيك مقلب ولا حاجة خدي بس لبيت الجديد بتاعك ده جميل خالص هيعجبك خلاص بقى يا مو سنبا اقبالي بقى امرنا لله واحنا شفنا لقينا مكان غيره ومش هلنقي ومش هلنم خلاص بقى يا مو سنبا اقبالي بقى المكان ده حاضر يا مو سنبا هتطر اللي نقبل المكان يلا يا ولاد يلا يلا نروح على البيت اللي السحرة قالت عليه شاطر يا مو سنبا ها 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 ايه ده تستدهي تلعبت حلو خالص يا مو سنبا وشكله جميل كمان يلا 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 نخش البيت ايه ده الباب ما بيفتحش يا مو سنبا ما بيفتحش خالص استني يا ماما انا اجرب كده جرب يا سنبا يا حبيبي بص يا ماما الباب تفتح لي ازاي شاطر يا سنبا يا حبيب يلا خش انتبع عشان احنا نخش وراك عدري يا مام ايه ده يا باب تقفل علي يا ماما يا ماما الحقيني يا ماما الحقيني انه الاب يد الحقي يا امو سنبا الحقي الحقي مش انا قلت لك يا امو سنبا كله من السحيرة انا عارف انها كانت اخد ولادي انا عارف انها تاخد ولادي مني لا انا مش اسمح لها بكده ابدا انا اعمل ايه دلوقتي انا اعمل ايه استني كده اما حاول افتح الباب يبقى مقفل جمد يا أبو سيمبا طب بعدين وبعدين تصرف يا أبو سيمبا تصرف عشان خاطري ما تقلقش ما تقلقش خالص بصي أنا هطلع فوق هنا من البلكونة اللي هناك دي شكلها مفتوح أنا هطلع دلوقتي بسرعة يا أبو سيمبا بسرعة أيوان 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 كده دخلت البيت خلاص الحمد لله انت بقى اللي عملان المشكلة دي تعاليلي بقى ايه ده خلاص يا أبو سيمبا خلاص عشان خاطري أرجوك خلاص ايه اتعامل فينا مقلب عشان عايزة تخطفي ولادنا طيب والله لسجينك يلا يا سيمبا يا حبيبي تعالى تعالى يا حبيبي شكرا يا بابا شكرا ان انت عرحق تاني طبعا يا حبيبي وأنا ليا من غيرك طيب يا بابا هنم دلوقتي فين تعالى بس الأول نخرج لماما ونصوف الموضوع ده يا أمو سيمبا يا أمو سيمبا يا أمو سيمبا أيوة يا أمو فرفيدو عايزة إيه جايا ليه هنا تاني جاي أقولك اننا يختي تعالى يا عادي في بيتي إما شلتك شرق شلق اشيلك وعنايا وشمعنا بقى الكلام دلوقتي عشان أمو سيمبا أبض على استحيرة الشريرة ده جات وهددتني اللي هي تخطف فرفيلو وابني وأنا اضطريت أقولك كده تعالى يلا ده أنا كمان هساعدكو فل انتوا صلاح البيب بتاعكو بجد يا أمو فرفيلو أيوان كده أنا قلت برضو لانت صاحبة عمري وعمرك بس بني أبدا أبدا حبيبي حلوين لازم نعرف ان الصديق وقت الضيق وكمان لازم نساعد جيرانا ونحترمهم ونساعد بابا وماما ونسمع كلامهم وما ننساش ناكل كل اكلنا وناكلوا الاكل الصحي وما ناكلش اي اكل من بره خالص خالص وما ننساش نخسل ادينا قبل الاكل وبعد الاكل ونخسل كمان اسنانا ونهتم بنظافتنا ونهتم بمذاكرتنا ونسحى بدري والنام بدري ونبقى شطار واي حاجة ماما تقول لنا عليها نقول لها حاضر ونعم وما ننساش بقى ندوس اللايك لازم ومرفوق معرفوق مع السلامة